اكد سمو الشيخ ناصر بن حامد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي للقدرة اكد ان الفريق حقق الاهداف التي شارك من اجلها في سباق اللاجنير الفرنسي وكان الفريق الملكي للقدرة ممثلا بفريق الرعود قد حقق المركز الأول في سباق لمسافة 120 كم مع الفارس حمد الكعبي وبمناسبة الانجاز الجديد للفريق الملكي للقدرة في ثاني مشاركاته الأوروبية اشار سمو الشيخ ناصر بن حمد إلى ان الفريق الملكي استفاد كثيرا من المشاركة المتميزة من ناحية التدريب والأداء وحماس الفرسان الامر الذي اكد المكانة العالية والتفوق الواضح للقدرة البحرينية وعرب سموه عن بالغ تقديره للفوز الكبير والرائع الذي حققه فارس فريق الرعود حمد الكعبي من جانبه عرب المدير الفني لفريق الرعود بالفريق الملكي الشيخ دعيج بن سلمان الخليفة عن خالص شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر قائد الفريق الملكي للقدرة وذلك لمؤذرة سموه ومتابعته لفرسان الفريق